النهاردة هتكلم عن تلاتة من معجون أسنان كريست 3D White هم بالأساس موجهين تنظيف الأسنان يوميا من البقع السطحية زي مكتوب على بوا في الفيديو أنا مرتباهه من حيث الأفضل في المحافظة على الأسنان من دون تصبغات دي أكتر نقطة تهميني في معجون الأسنان كحد بيشرف كفين كتير طول اليوم وأكيد التصبغات مشكلة في الحالة دي ومميزاته الفروق بنا وأذكرها لما أتكلم عن كل واحد أقوى واحد فيهم للمحافظة على الأسنان من دون تصبغات هو 3D White Brilliance المكونات موجودة على الموقع وهما عاملين لما ندوس عليها يقولنا فايداتها ودي حاجة بتسهل كتير أسيب لكم اللينك تحت الفيديو التلاتة فيهم Sodium Neural Sulfate علشان اللي عندهم حسين منه يبقوا عارفين معجون الأسنان اليومي اللي موجه علشان يحافظ على الأسنان من التصبغات بيكون في حاجتين مادة Abrasive جزيئات بتعمل زي سكراب بسيط للأسنان علشان يشيل البلاك والتصبغات اليومية عندنا منهم هنا في المكونات Hydrated Silica ومكونات تحافظ على الأسنان من التصبغ وإنه البلاك يفتح يتجمع مننا التارتر الناشف الأصفر اللي بيكون على الأسنان ونضطر النوح نشيله في العيادة موجود منهم هنا Sodium Hexameta Phosphate هو فيه كمان مايكا الأحجار اللي اتكلمنا عليها في فيديو كريم العين من Hyaluron Expert اللي بتتفت وتبقى شبه الجليتر المفروض تشوفوها باينة جوا معجون الأسنان هنا هما بيقولوا إنها الغرض تجميلي بس على ويكي بيقولوا إنها بتكون كسكراب برضو بالنسباني هو أفضل معجون التصبغات استخدمته لحد دلوقتي مش بغيره غير لو مضطرة ولما ده بيحصل بشوف فعلا الفرق ومعجون الأسناني البقية أسناني بتعمل البيلدوب والتارتر بسرعة جدا تقييمي لهو خمسة من خمسة وهفضل بشتري تاني تاني واحد هو Cresis Free White Deluxe هو فيه Hydrated Silica والمنع تكون التارتر فيه Dysodium Phosphate وهو فيه مايكا برضو هتشوفوها زي الجليتر موجودة فيه الفرق اللي كنت شايفه فده إن التعمل بتاعه بالنعناع أكتر شوية من الأوليني هو معمول المهتمين بموضوع النفس أكتر بس برضو التأثير بتاع النفس ده بسيط وكمحافظة عن الأسنان من التصبغات كنت شايفه أضعف فهو حياة كده عملة زي راسة على السلم لمنه فعال التصبغات زي الأوليني ولا هو فعال برضو لرئاحة الفم وانتعاش النفس زي معجون الأسنان تانية تقييمي له هو ثلاثة من خمسة ومش هشتريه تاني جل لو مضطرة وهو أفضل المتاحة آخر واحد هو whitening therapy هو مواجه للأسنان الحساسة معجون الأسنان الحساسة بيكون فيه مكاونين بوتاسيوم نايتريت أو ستانيس فولرايد بيكون بدل السوديوم فولرايد في المعجون العادية عندنا هنا فيه بوتاسيوم نايتريت وانا مش شايفة حاجة في المكاونات anti tartar زي الاتنين اللي قابلو ومفيهوش مايكا وشكله معجون الأسنان العادي لشبه الكريم انا ما عنديش اصلا مشاكة الأسنان الحساسة معرفش هيفرق ولا لا في الحالة دي انا كنت بجربه للتصبغات هو معجون أسنان عادي ومن بيمنعش التصبغات خالص تبقييمي لهو اثنين من خمسة ومش هشتريه تاني مش شايفة بالنسبة لي اي فرق عن اي معجون أسنان عادي تحت الفيديو هسيب لكم فيديوهات قصيرة دقتين عاملاهم اورال بي ودكتور تاني لشرح مكاونات معجون الأسنان وانواعها المختلفة وهتلاقوا فيديوهات اكتر في بلاي لست فيديوهات الدكاترة عندي وما تنسوش الاشتراك في القناة لشان توصلكم التوقيمات الجاية لمنتجة هانيب البشر والشعر ترجمة نانسي قنقر